موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل والتدبر في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الذي ينظر في سورتي المزمل والمدثر في أول كل سورة يجد أن هناك يجد الاختلاف في التقديم والتأخير بين السورتين والسورتان من أوائل السور نزولا من القرآن الكريم في سورة المزمل الله عزيزي يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا دعوة إلى عمل داخلي في قيام الليل في التعبد قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل قراءة القرآن كل هذا استعداد استعداد لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة القول الثقيل هو النهوض بواجب الدعوة وليس المقصود بالقول الثقيل أن مجرد تلقي القرآن أو تلقي الأمر بالقيام فالقرآن ميسر للذكر لكن القول الثقيل هو المجاهد بهذا القرآن المجاهد بالقرآن والجهاد بالقرآن وهكذا في سورة المدثر حصل عكس يعني بدأ الكلام بالأمر بالقيام بالدعوة أولا يا أيها المدثر قم فأنذر ثم كلام عن الصلاح الداخلي في داخل النفس يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فبدأ الكلام بالقيام بالدعوة أولا ثم بالصلاح في داخل النفس ثانيا والعكس هناك هناك دعوة إلى القيام وقراءة القرآن ثم كلام عن القيام بواجب الدعوة هذا التقديم والتأخير بين في السورتين هذا الاختلاف في التقديم والتأخير يدل على أن الأمر منهج واحد يعني هو ليس مرحلة تنتهي لتبدأ مرحلة أخرى يعني ليس لا يبدأ الإنسان أولا ليقول أنا أصلح نفسي أولا ثم أجتهد في دعوة غيري أولا لأن عملية إصلاح النفس هذه عملية مستمرة مستمرة استمرار العبادة نفسها نحن نقرأ قوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين اتفاقا هو الموت يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت وليس اليقين أن يصل الإنسان إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف وإنما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني واعبد ربك حتى الموت وعلى هذا فعملية إصلاح النفس عملية مستمرة الإنسان يجتهد في إصلاح نفسه فليس ثم تأحد يقول أنا وصلت حدا من الاكتفاء من صلاح النفس لأبدأ مرحلة جديدة هي دعوة غيري هذا من مداخل الشيطان الأصل أن المجتمع المسلم كله ينهض بواجب الدعوة نحن نقرأ قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فالقيام الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هذا كله دعوة ودعوة ينهض لها المجتمع المسلم بجميعه بالمقصر والسابق في الخيرات كل الناس يعني ليس في ديننا طبغة خاصة هي الموكل لها أمر الدعوة هي فقط التي تقوم بواجب الدعوة بعض الناس يتوهم هذا الشيء يتوهم أن أمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي على المنكر وظيفة خاصة بفئة معينة من الناس لها شكلها الخاص ولها طريقتها الخاصة هذا واجب كل مسلم في هذا المجتمع وهذا من مداخل الشيطان الشيطان ربما دخل على الإنسان ليقول له من أنت حتى تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أنت نفسك تفعل المنكر وأنت نفسك مقصر في المعروف هذا من مداخل الشيطان الله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم اللوم هنا ليس على الأمر بالبر وإنما على نسيان النفس يعني الأصل أن لا يمنعك حالك التي أنت فيها من أمر بمعروف أو من نهي عن منكر لكن ينبغي عليك أن تلتفت إلى نفسك أيضا أين أنت من هذا يعني يعني لا تنهى عن شيء وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم بهذا المعنى لكن لا يتوقف ولا يمنع الإنسان حاله المقصر من أمر بمعروف أو من نهي عن منكر لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو تعطل وقع الانحراف العظيم في الأمة يعني بنوا إسرائيل الله عزيزي القص علينا خبرهم أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحراف إلا يوم أن تعطلت فيهم هذه الوظيفة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحقوا بهذا لعن الله على ألسنة أنبيائهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله يعني عدم التناهي عن المنكر هذا أسوأ من وقوع المنكر من وقوع المنكر نفسه فهذا منهج واحد أن الإنسان يصلح يتهد في إصلاح نفسه لكنه في الوقت نفسه يدعو غيره ويأمر بمعروف وينهى عن منكر هذا الأمر أيضا يمكن أن ننقله إلى دائرة أخرى وهي هل الحاكم هو الذي يصلح الرعية أم أن الرعية الصالحة هي التي تأتي بالحاكم الصالح هذا أيضا جدل يعني هل الحاكم الصالح يأتي من مجتمع صالح أم أن الحاكم هو الذي يصلح هذا المجتمع الحق أن هذا كله يمكن كذلك أن يكون منهجا واحدا يعني الحسن البصري الإمام كتب إلى عمر بن عبد العزيز يقول له يقول له أن الإمام العادل كالقلب بين الجوارح تصلح الرعية بصلاحه وتفسد بفساده وهذا حق ثم هناك الكلام عن أن كيفما تكونوا يولى عليكم وهذا أيضا حق وعلى هذا فهناك عمل في المجتمع وعمل في الحاكم ليأتي ذلك الحاكم العادل وعمل في المجتمع ليكون ذلك المجتمع الراشد عمل هنا وعمل هناك وعمر بن عبد العزيز نفسه كان مثالا لهذا أنه كان صالحا في نفسه فأصلح وأنجز إصلاحات كبيرة جدا في الدولة والمجتمع نفسه الذي خرج منه عمر بن عبد العزيز لا شك أنه قد وجد فيه ما وجد يعني وجد فيه الكلام عن الشورى والكلام عن العدل والكلام عن رد المظالم وجد أئمة ينصحون وجد أئمة يقولون كلمة الحق وجد أئمة فعمر بن عبد العزيز ما جاء هكذا من فرق وإنما جاء من مجتمع كان فيه أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكان ذلك الفرد الصالح الذي أصلح وحتى عد خامس الخلفاء الراشدين على بعده من تلك الخلافة الراشدة في الزمان لكن بالذي قدمه على أيام إمامته وإمارته بعض الناس دعاله هو خامس الخلفاء الراشدين فهذا نموذج الكلام عن صلاح المجتمع وعن صلاح الحاكم وعن صلاح الفرد في خاصة نفسه وعن صلاح الدائرة القريبة منه هذا كله نتعلمه من هذا التقديم وهذا التأخير بين سورتي المدثر والمزنبير الكلام فيها كان غاية في الوضوح أن الإنسان يجتهد في إصلاح نفسه ويجتهد في دعوة غيره وأن المجتمع المسلم الراشد هو المجتمع الذي تتحقق فيه معاني الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهذا المجتمع هو مؤهل ليأتي بالحاكم الصالح بالفرد الصالح الذي يسوس الناس بالخير وبالعدل وبالرشاد الله أسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن يهدينا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن وأن يجعله لنا نورا وهدى وضياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر